هو العشق الذي وقع فيه علي حسنين مع آلة العود منذ المرة الأولى التي عزف فيها على أوتاره عشق جعله يتعمق أكثر في هذه الآلة التي كسرت في بداية تعلمه العزف ولم يجد من يصلح عوده هي آلة لها روحها الخاصة وأراد أن يعطيها علي جزءا من روحه دائما أنا حساس وحذر جدا أن أنا بصنع العود بدي يطلع تطلع الآلة واللي شوفها خاصة للعزفين الفنانين أنه يعطيني الانطباع الجيد عن الآلة وأنا بشتغل فيها بكون أستنى قديش بدي يطلع صوتها شو بدي يكون شكلها شو بدي يكون دائما بكون أحلم شو بدي يطلع الصوت هذا جمالية الصوت بحث وصفر ودراسة لتعلم إصلاح العود رحلة بدأت قبل 12 عاما وولد زرياب وهو محل صغير في البلدات القديمة في مدينة نابلس هو الوحيد المختص بصناعة آلة العود وصياناته وبعد أن برع في صناعته ترك مهنة التمريد وتفرغ للعود الذي يحتاج صناعة واحد منه 90 يوما أما الأخشاب اللازمة للعود فيستوردها علي من الخارج كانت عندي الألية الكاملة أنه الآلب والأمور هاي كلها فهو نجار فشو رأيك نتعاون مع بعض التفن نتعاون مع بعض عملنا أول شيء يعني أول شيء نجح معنا الآلب الأمور التانية كانت صارت تانية سهلة ولونا هي المهمة وجه العود هو مهم كتير في العود أخذ يعني رؤوس أقلة من هون رؤوس أقلة من هون أجمع جمعت بالإضافة لأنه فتحت عواد كتير وصلاحت عواد كتير فكبرت القصة في رأسي وتخلص بالدأس ناعة هذه الغرفة الصغيرة التي تنطق ألحانا كانت مقرا أيضا لتعليم العصف على العود أميلي أمريكية تعلمت العصف على الآلة على يد علي بعد أن سمعت عنه من أصدقاء لها في المدينة صديق لي أحضرني للورشة هنا لأنني لم أرى العود من قبل والتقيت علي الذي بدأ بالعزف لنا أحببت صوت العود فقررت أن أتعلم العزف عليه أغلب الأعواد التي يصنعوا حسنين تباع لموسيقيين في الدول الأوروبية ويباع العود الواحد بألف دولار تقريبا وما يحسن علي هو أن أي من أبنائه لم يرث حرفته فهي في نهاية المطاف حرفة قاربت على الاندثار بسبب الأعواد التجارية التي غزت الأسواق زرياب هو توقيع صانع العود الوحيد والأخير في مدينة نابلس وهي مدينة اشتهرت على مدار التاريخ في علاقتها بهذه الآلة فمعظم أهل المدينة يعزفونها وتحديدا النساء نظرا لحاجة أوتار هذه الآلة لرقة النساء على أوتارها من مدينة نابلس فاتن علوان الحراء ترجمة نانسي قنقر